ترجمة نانسي قنقر والمعايير العالمية مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين في هذا المجال عبر تبني المبادرات والخطط النوعية بما يدعم مختلف مسارات التنمية الاقتصادية ويسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله بقصر رفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين معالي السيد سونداريش منون رئيس قضاة سنغافورة حيث دوه سموه بالحرص المتبادل على دفع العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة الصديقة نحو آفاق أكثر رحابة وموصلة البناء على ما تحقق من تعاون وتنسيق مشترك في كافة المجالات لا سيما في مجال التحكيم التجاري وتسوية المنازعات التجارية الدولية ومنها ما تم مؤخرا من توقيع حكومتي البلدين معاهدة ثنائية لإنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية وإنشاء هيئة استئنافية متخصصة في جمهورية سنغافورة للنظر في استئناف الأحكام الصادرة من تلك المحكمة مشيرا إلى ما تمثله هذه المعاهدة من أهمية في تعزيز مستويات التعاون المشترك في هذا الشأن والتي ستسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة وتعود بالنفع على الجميع من جانبه أعرب معالي رئيس قضاة سنغافورة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام وحرص متواصل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والنماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر